لكن لازم ابدأ بحبس الزميل الاعلامي احمد موسى لانه احمد الحقيقة في مأزق كبير لا يتعلق باحمد فقط لكن يتعلق بحرية الصحافة والاعلام ما فيه شك انه الزميل احمد موسى طلب منه تنفيذ الحكم على اعتبار انه كان فيه جدل شوية هل الحكم يعني قابل قابل لمعارضة استئنافية ولا ليس قابلا لهذه المعارضة الاستئنافية على اعتبار الحضور الغيابي والحضور الاعتباري يعني مشكلة قانونية مش عايزين نصدع رؤوس المشاهدين بيها لكن اللي بيهمنا في هذه القضية اللي معه مبدأ عدم حبس الصحفيين والاعلاميين يعني ايه عدم حبس الصحفيين والاعلاميين يعني الا العقوبات السالبة للحريات يعني اعمل اي عقوبة تانية في عقوبات قاسية وشديدة تتعلق بالغرامات المالية تتعلق بالاعتذار والاعتذار عند الصحفي وعند الاعلامي ربما يكون قاسيا اكتر من الحكم بالسجن عشان كده لما بنقول نحن ضد العقوبات السالبة للحريات يعني الصحفي او الاعلامي ما يدخلش لسجن اللي العقوبة البدنية خاصة انه القضية تتعلق با اما برأي او بوجهة نظر ليست صائبة او صائبة او ليست صائبة او بمعلومات مغلوطة والدول دايما الدول اللي بتتمتع بحرية كبيرة بتلغي وتمنع عقوبة حبس الصحفيين وبتستبدلها بالعقوبات المختلفة المشكلة في هذه القضية انه الطرف الاخر فيها صحفي ايضا وسياسي كبير وهو الدكتور اسامة الغزالة حرب وكنا نعتقد انه هذه القضية يمكن ان تنتهي داخل البيت وداخل القبيلة الصحفية لكن للأسف الشديد حتى الان لم تنتهي بعض الناس عندها حالة ازدواجية شديدة يعني تقيم الدنيا ولا تقعدها لو دخل السجن او حكم بالسجن على صحفي او اعلامي معهم في نفس الاتجاه او في نفس الخط احمد موسى يختلف معه الكثيرون لكن وانا ايضا بختلف مع احمد كثيرا لكن على استعداد للدفاع عن حريته حتى الموت وكان يجب على الدكتور اسامة الغزالة حرب ان يتبنى هذه القاعدة انه خلاص انا خدت حكم قضائي واثبات تحقي مش هستفيد حاجة من حبس الصحفي لانه الخاسر هي حرية الصحافة وحرية الاعلام زي ما بقول لكم انه ده مش معناه ان الصحفي او الاعلامي على رأسه ريشة لان المواطن العادي ممكن وانا في صحيفتي كان يبعث لي شكوى ويقول فيها وزارة الصحة اعدمتني فيقوم وزير الصحة يرفع على مواطن عادي بيشكو دعوة قضائية ويحبسه وحصل معنا يعني اذا نحن لا نطالب بالغاء هذه العقوبة للصحفيين او للاعلاميين لا حتى المواطن العادي اللي ممكن يطلع معايا ويقول وزارة التعليم بيزة فهنا حد ممكن يرفع عليه قضية ويحبس كل ما يتعلق بوسائل النشر باشكالها المختلفة مكتوبة مسموعة مرئية اه الكترونية هنا طالما انه في عقوبات تانية يمكن ان يتم فرضها بالاضافة الى انه كمان لما الذين يختلفون مع احمد موسى كان يجب عليهم ان يكونوا اكثر الناس حرصا على انه تحافظ على هذا المبدأ وتقول بقى دا القضية عند قضية مبدأ مش قضية انا مع مين او ضد مين مش قضية انا ادافع فقط على من يحملون نفس افكاري ويتبنون نفس اتجاهي لا انا على استعداد للدفاع حتى عن خصومي اذا كانت القضية عندي قضية مبدأ الكرة الان في ملعب الدكتور اسامة الغزالي حرب وااعتقد بانه يعني يمكن ان ينهي هذه القضية انتصارا لحرية الصحافة والاعلام مش هيبقى المنتصر فيها لهذا ولا ذاك لا منتصر في معارك من هذا الدكتور أسامة غزالة حرب بيقول أنه لا أصلها قضية بين 25 يناير وخصومها أنا مثلك من أنصار 25 يناير وأدافع عنها أيضا حتى الموت لكن لو عاوز تثبت أنك تدافع عن 25 يناير يبقى لابد أن تتبنى مبدأ عدم حبس الصحفيين حتى لخصومك طالما أن القضية تتعلق بالشاشة أو الصحافة المكتوبة طالما أنها بتتعلق بحرية الرأي تتعلق بالنشر مكتوب أو تلفزيوني وبالتالي على الدكتور أسامة غزالة حرب إذا كان متحمسا لثورة 25 يناير ويعتبر أن هذه القضية هي تمثل معركة بين 25 يناير وخصومها يا أخي انتصر لـ 25 يناير لأنه 25 يناير التي أزاحت نظاما نظام الرئيس الأسبق مبارك تب شوف بقى أنت الرئيس الأسبق مبارك حينما حكم على صديقي وأخي وتوأمي إبراهيم عيسى بالسجن هنا وهي ليس منحة عمل إيه؟ استخدم صلاحياته المختلفة في منع عقوبة السجن فإنت دكتور أسامة غزالة حرب تملك صلاحية الصلح والتصالح في هذه القضية اثبت أنك مع 25 يناير وأنهي هذه القضية التي لن ينتصر فيها أحد المهزوم فيها حرية الصحافة وحرية الأعلام كمان النقطة الثانية اللي بيختلفوا بقى مع أحمد موسى الحقيقة كشفوا عن قبح ما بداخلهم لأنه إذا تختلف مع الشخص طب انتصر للمبدأ هتقنعني إزاي بعد كده أنك مع حرية الصحافة والأعلام هتقنعني إزاي أنك ضد حبس الصحفيين وإنت بتميز إنت ضد حبس الصحفيين الذين يحملون نفس أفكارك لكن إنت مع حبسهم إذا تبنوا وتوجدوا